في السوق السعودي بلغ إجمالي عدد الصفقات الخاصة المنفذة في سوق الأسهم خلال النصف الأول من العام 2014 نحو 151 صفقة بنحو 338 مليون سهم وبقيمة إجمالية تقدر بنحو 8 مليارات و 800 مليون ريال سعودي استحوذ شهر إبريل خلال النصف الأول على 49 صفقة تبعه شهر يونيو كما تلاحظون بحدود 32 صفقة وبعد شهر يونيو جاء شهر مارس بحدود 25 صفقة أما بالنسبة أيضا لكمية الصفقات الخاصة التي تم تنفيذها منذ بداية شهر 2014 النصف الأول فكما تلاحظون النسبة الأكبر كانت خلال شهر يونيو بحدود 164 مليون سهم وكان أيضا شهر فبراير حقق حدود 56 مليون سهم و 80 ألف بالانتقال إلى قيمة الصفقات الخاصة أيضا في بداية النصف الأول من 2014 كما تلاحظون وصلنا إلى مليارين و 249 مليون ريال سعودي في شهر يونيو وكان شهر مارس أيضا حقق أعلى قيم لهذه الصفقات بحدود المليارين و 325 مليون ريال قيمة الصفقات وصلت كما ذكرنا إلى حدود 8 مليارات و 805 مليون ريال سعودي بالنسبة لأيضا السوق السعودي خلال شهر يونيو الماضي تم تنفيذ 32 صفقة خاصة على 12 شركة مدرجة في السوق بلغ حجمها حوالي 164 مليون سهم وبقيمة إجمالي وصلت إلى مليارين و 440 مليون ريال سعودي هذه در الأركان ضمن الشركات التي استطعت أن تحقق أيضا صفقات خلال النصف الأول العدد الصفقات الخاصة عليها 9 صفقات أما الكمية المنفذة عليها هي 156 مليون و 400 ألف سهم والقيمة بلغت مليارين و 53 مليون ريال سعودي بالانتقال إلى سهب أيضا خلال شهر يونيو حقق تقريبا صفقة واحدة خلال شهر يونيو أما الكمية وصلت لمليونين و 640 ألف سهم وقيمة الصفقات وصلت إلى 130 مليون ريال سعودي في شهر واحد شركة صناعة الورق خلال شهر يونيو تم إتمام صفقتان عليها وبكمية مليون و 800 ألف سهم وقيمة الصفقات التي تمت على صناعة الورق بلغت 73 مليون و 800 ألف ريال سعودي النبيب السعودية أيضا تمت 11 صفقة عليها ومليون سهم بقيمة 37 مليون ريال سعودي سابق أيضا خلال شهر يونيو عدد الصفقات الخاصة على السهم وصلت إلى صفقتان بكمية 590 ألف سهم والقيمة 68 مليون و 600 ألف ريال سعودي ننتقل إلى بنك الرياض ضمن القطاع المصرفي والأسهم التي حصلت على إذن صفقات صفقة واحدة بكمية 320 ألف سهم والقيمة وصلت على سهم البلاد بـ 15 مليون و 200 ألف ريال سعودي كيانة السعودية بخلال شهر يونيو تم عليها صفقة واحدة فقط بـ 320 ألف سهم وقيمتها 5 مليون و 400 ألف ريال سعودي نلقي نظرة على الطيار أيضا ضمن الشركات التي تمت الصفقات عليها هي صفقة واحدة بكمية 200 ألف سهم وبقيمة 24 مليون و 900 ألف ريال وأخيرا نلقي نظرة على إسمنت القصيم هناك صفقة واحدة تمت على السهم بـ 260 ألف سهم وقيمتها 24 مليون و 200 ألف ريال سعودي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر